أهلا وسهلا فيكو في شرحنا لليوم من قواعد اللغة الإنجليزية موضوعنا اليوم عن present continuous tense زمن المضارع المستمر في اللغة الإنجليزية هنشوف إيش صيغة هذا الزمن إمتى منستخدمه حالات النفي والسؤال في هذا الزمن فخلونا نبدأ أولا راح نتكلم عن الفورم أو الصيغة لل present continuous في حالة عندي كانت ضمير i هياخد am إذا كان he أو she أو it أو أي singular noun أو أي اسم مفرد هياخد is إذا كان you, we, they أو أي plural noun أي اسم جمع بياخد r في كل الحالات الثلاثة بيجي بعديهم الفعل مضاف إلو ing يعني ممكن أحكي I am playing football I am playing football ممكن أحكي he is playing football ممكن أحكي you are playing football طب إيش هي الكلمات اللي بتكون في الجملة اللي ممكن نعرف من خلالها إنه هذا الزمن اللي عندي present continuous أو لازم أستخدم present continuous أو الكلمات الدالة على present continuous now at the moment still nowadays listen look today right now be careful etc بنلاحظ إنه كل هذه الكلمات بتدل على الوقت الحالي بتدل على حاجة بتحدث في الوقت الحالي فبالتالي لما أشوف هذه الكلمات في الجملة غالباً هستخدم لـ present continuous المضارع المستمر وبهيك بنكون أخدنا فكرة عن استخدام المضارع المستمر يعيش بنستخدم المضارع المستمر الاستخدام الرئيسي للمضارع المستمر للتعبير عن أحداث تحدث الآن وقت الكلام يعني أحداث بتصير في نفس الوقت اللي أنا بتكلم فيه زي ما إحنا بنلاحظ من الكلمات الدالة كلها بتدل على نفس الوقت اللي أنا بتكلم فيه ناخد مثال لاحظوا إن استخدمت كلمة look يعني أنا بدعوهم إنهم ينظروا في شخص بيلعب كرة القدم فأنا هنا بتكلم عن حدث بيصير في الوقت الحالي وقت التكلم في هذه الحالة باستخدم الـ present continuous الحالة الثانية اللي ممكن استخدم فيها الـ present continuous مع أمور الطقس والأمور المتغيرة والأسعار يعني لما يتغير الطقس أو تتغير الأسعار فبنستخدم الـ present continuous للدلالة على هذا التغير مثال It is getting too cold here المكان يزداد برودة هنا استخدمنا الـ present continuous مع الطقس ثالث استخدام الـ present continuous مع الخطط المستقبلية وأمور مخطط لها كالزواج والصفة في هذه الحالة أنا بستخدم الـ present continuous للمستقبل يعني حدث لسه مصارش رح يصير عندي في المستقبل ولكن بستخدم الـ present continuous بس لازم يكون في شرط وحيد أن هذه الأمور تكون خطط مستقبلية وأمور مخطط لها يعني لازم تكون في خطة مسبقة قبل ما أقوم بهذا العمل مثال أنا مسافر هذا الأربعاء يعني أنا سأسافر يوم الأربعاء القادم سفر لسه مصارش في المستقبل ولكن استخدمنا الـ present continuous لأني أنا بتكلم عن خطة مستقبلية نيجي للنفي كيف ننفي جملة في الـ present continuous موضوع سهل جدا ما علينا إلا نضيف not بعد الـ verb to be يعني بعد am أو is أو are am أو is أو are هما الـ verb to be في حالة الـ present يعني في حالة المضارع ما علينا إلا نضيف not بعديهم بتصير الجملة منفية مثال he is not playing football ممكن طبعا نختصرها is not بتصير isn't he isn't playing football مثال ثاني they are not playing cards ممكن نختصرها ب aren't are not aren't وهي بنكون نتعلمنا كيف ننفي الـ present continuous المضارع المستمر بشكل بسيط نيجي لعمل الأسئلة ونبدأ أولا بالـ yes or no question يعني السؤال اللي بتكون إجابته إما بنعم أو بلا في الـ present continuous المضارع المستمر طريقة عمل السؤال سهلة جدا نيجي للخطوات أول خطوة بدنا نحدد الفعل المساعد am أو is أو are خطوة الثانية بدنا نحدد الفاعل خطوة الثالثة بنعمل مقص بين الفاعل والفعل المساعد خطوة الرابعة بنكمل الجملة كما هي وأخيرا بنضع علامة الاستفهم خلينا ناخد مثال he is traveling this weekend بكل بساطة عشان نعمل سؤال من هذه الجملة بدنا نبدل بين الفاعل والفعل المساعد الفاعل اللي هو هي في أول الجملة والفعل المساعد is بنبدل بينهم ونكمل الجملة زي ما هي is he traveling this weekend والإجابة بتكون بـ yes or no بعديها الفاعل بعديها الفعل المساعد اللي أنا استخدمته يعني في الحال اللي عندنا yes بعديها الفاعل he بعديها is لو كانت الإجابة بـ no بعديها بيجي الفاعل he بعديها isn't no he isn't نوع الثاني من الأسئلات هاي معاني أدوات عشان تعرفوها عشان نعمل wh question صيغة السؤال لازم تكون كالتالي أولا أداة السؤال wh question بعدها الفاعل المساعد am is or are بعدها الفاعل بعد الفاعل بيجي عند الفاعل الأصلي مضافا إلو ing بعدها بنكمل باقي الجملة كما هي مثال she is sleeping right now كيف نعمل سؤال منها؟ أولا أداة السؤال what بعدها الفاعل المساعد في الجملة is بعدها الفاعل she بعدها الفاعل مضافا إلو ing doing بعدها باقي الجملة زي ما هي right now لاحظوا أنه أنا بدلت الفاعل في الجملة sleeping بالفاعل doing لأنه sleeping هي الإجابة على السؤال اللي أنا بدي أعمله فمش رح أحط الفاعل في السؤال بيصير معنا السؤال ما الذي تفعله الآن؟ طيب السؤال الآن هل كل الأفعال بتيجي في ال present continuous نيجي نعرف في عندي أفعال بنسميها stative verbs أو non action verbs الأفعال اللي بتعبر عن حالة أو بتعبرش عن حدث بسيء هذه الأفعال ما بتجيش في ال present continuous أو المضارع المستمر لأنها بتصف حالة وما بتوصفش حدث حتى مش بس بتجيش في المضارع المستمر بتجيش بأي زمن مستمر في اللغة الإنجليزية غالباً هذه الأفعال ما بتجيش بأي زمن مستمر في اللغة الإنجليزية حتى لو أنا كنت بعبر فيها عن الوقت الحالي الآن ناخد أمثلة زي ما انتم شايفين الأفعال الموجودة أمامي عبارة عن stative verbs الأفعال زي like و love و hate و prefer كل هذه الأفعال بتعبر عن حالات ما بتعبر عن أحداث لازم ننتبه أن بعض الأفعال ممكن يكون إلها أكتر من معنى ويكون في معنى تكون هي stative يعني ما بتاخدش ing وفي معنى آخر بتكون action verbs أي أفعال بتدل على أحداث وبتاخد ing طيب إيش في عندي مثال لهذا الفعل؟ الفعل look بمعنى ينظر هذا فعل بعبر عن حدث يعني صار في عندي حدث اللي هو النظر ولكن الفعل look ممكن يجب معنى تاني اللي هو سيم أو أبير يبدو أو يظهر في هذه الحالة بنعتبره من stative verbs وبنضيفش إلو ing ولكن لو إجب بمعنى النظر في هذه الحالة ممكن أني أضف له ing طيب إيش السبب اللي خلانا منضفش ing لهذه الأفعال؟ لأنه هذه الأفعال بتعبر عن present continuous حتى بدون منضف لها ing يعني هذه الأفعال لما تكون في present simple بتعبر أيضا عن لما أنا أحكي أنا أحب كرة القدم فالجملة بتدل على أني أنا بحب كرة القدم سواء في الوقت الحالي أو في جميع الأوقات فما فيش حاجة في اللغة الإنجليزية أني أنا أضيف لهذه الأفعال ing عشان تعبر عن الزمن المستمر لأنه هي بنفسها بتعبر عن الزمن المستمر حتى بدون منضيف لها ing خلينا ناخد أمثلة تبدو جميلة جدا لاحظوا أن الفعل looks بمعنى seem أو appear يبدو لاحظوا مع أنه عندي في الجملة now يعني أنا بتكلم عن الوقت الحالي ولكن الفعل remember ما أخدش ing يجب في الـ present symbol مش الـ present continuous لأنه من الـ state of verbs I believe he will pass the exam وبهيك بنكون وصلنا لنهاية شرحنا للفيديو بتمنى يكون أعجبكم الفيديو إذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا like وشير للفيديو بتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا